مساء الخير تحدثت طويلا حتى الآن فيما مضى من بعض أحلاقات هذه المجموعة عن الأمن القومي وأنا الآن أن أدخل في تطبيق الأمن القومي نظريات الأمن القومي على الحروب التي خضها العرب في أزمنة الحرب والسلام عايش العرب مع الحرب كما قلت أو بقرب فكرة الحرب أو بقرب احتمال الحرب 17 سنة ومع أني بستثني حرب فلسطين وسوف أتكلم معنا وعاشوا بقرب إمكانية السلام أو احتمال السلام 35 سنة لكنه جال وقت أظن أننا نحاول نتكلم على حروب العرب وسلامهم وأنا أبتدي بحروب العرب أنا أسقط حرب فلسطين من حروب العرب رغم أنها كانت أكاد أكون أقول أنها كانت لأن العرب لم تكن لديهم فكرة من قبل عن نظريات الأمن القومي أو عن أي نظرية الأمن القومي وكما أشرح نظريات الأمن القومي كلها فيما يتعلق بالمنطقة العربية كانت في حوزة إمبراطوريات أو في حوزة خلافات وبالغاية الخلافة العثمانية ثم بدأت تجاربنا بعد ذلك مع الدولة المستقلة لأنه لا أمن قومي إلا لدولة مستقلة قبل ذلك الخطر في الاحتلال اللي عليها أو في الاستعمار اللي جواها أو في أي أو ضعت عرقلها عن الاستقلال لكنه تبدأ مشكلة الأمن القومي مع الاستقلال وأريد أن أذكر أن الأمن القومي مرة أخرى لا يعني الحرب الحرب ملاذ أخير تلجأ إليه الأمم عندما تشعر بتهديد ويكون عليها أن تصون مكتسباتها وهناك علاقة بين المكتسبات وبين الدفاع عنها علاقة جدلية في واقع الأمر لأنه لا أمن قومي لا يدافع عن شيء غير موجود في أي بلد ولا مكتسبات موجودة لا تجد ما يدافع عنها فهناك علاقة جدلية بينما يمكن أن يصر إليه بلد من تقدم ورفاهية لأهله وتوسع في تصوراته وتوسع في أحلام مستقبله وبين أن يكون مستعدا للدفاع عنها ولذلك لا يجب ولا ينبغي أن نتصور أنه الأمن القومي يعني الحرب لأنه الحرب ملد أخير تسبقه إدارة الصراعات تسبقه أولا عملية إيجاد مكتسبات تستحق الدفاع عنها تسبقه ثانيا إدارة شؤون المجتمعات التي تحققت فيها هذه المكتسبات ولصالح شعوبها ودفاعا عنها وإذن يجيء وبعد إنشاء هذه المكتسبات إدارة سياسة حكيمة يمكن أن تضمن استمرار وتقدم وازدهار هذه المكتسبات واستمرار عمل بكل الوسائل الدبلوماسية لحماية هذه المكتسبات واستمرار عمل حتى بكل الوسائل السرية لحماية هذه المكتسبات فإذا عجز هذا كله فيبقى السلاح اللجوء إلى السلاح للدفاع هو الملاد الأخيرة عن مكتسبات وهنا فإن السلاح والأمن القومي لما يتكلم عليه نظريات استخدام السلاحة أو نظريات استخدام القوة هي في الواقع متصلة تصال وثيق بمكتسبات المجتمعات وهي جزء لا يتجزأ منها في حرب فلسطين أنا بتصور أنه وهي أنا كلمت أبليكاد عن حرب فلسطين في صدد تجربة حياة عندما كنت مراسل حربي موجود فلسطين وأزعم أن أنا كنت موجود فلسطين وأنا عندي فكرة بشكل ما عن تجربة الحرب سواء من معارج غطتها فيما سبق حتى من أول بقايا الحرب العالمية التانية لما كنت مع ستيفن باربر وهو أستاذ أيضا من الأساتذة اللي أنا بعتز بيهم لأنه هو ده كمراسل إجيبشنجازات الرئيسي في الحرب في الصحراء في شمال إفريقيا وهو ده الراجل اللي كنت معاه مساعدا له لغاية ما وصلنا لغاية معارك إيطاليا وبعدها أتيح لي أن أرى الحرب الأهلية في البلقان وأن أطل على ما يجري في الحرب أهلية في اليونان وفي غيرها فكان عندي بشكل أواخر جنب قراءات كتير أوي وجنب لقاءات مع ناس في هذه المجالات اللي شفتها فأنا أظن أنه كان عندي فكرة ولو بدائية أو بسيطة عن الحرب وأعتقد أنه أنا شخصيا مش عاوز أقف كتير أو يقدم فلسطين لأنني اتكلمت عليها لكن أنا بعتقد أن أنا شخصيا واحد من الناس اللي شافوا بعض ما يجري وأتذكر أنه لما كنت أرجع للقاهرة مرات وأرجع لأخبار اليوم وقابل بعض الناس اللي أنا بحبوهم واللي أنا كنت معجب بيهم ولا أزال حتى زي توفير حكيم مثلا أو الدكتور حسين فوزي أتذكر جدا أنه لما كنت أشرح قدامهم أو أحكي قدامهم اللي أنا شايفه وأبضي ضيقي مما أشاهده في فلسطين عندما أتلقف المعارك في أوقات الهدنة لأننا حاربنا وقفنا وحاربنا وقفنا وإلى آخر هي لكن مش عاوز أرجع في هذا تاني لكن كنت برجع في أوقات وقف إطلاق النار سواء إلى القاهرة أو إلى حيث تجري اتصالات أو عمليات متصلة بالمسار الحرب زي اجتماع مجلس الأمن في فريس وأنا اتكلمت عليه في مامضة وزي اجتماعات لجمة الهدنة في رودس وأنا اتكلمت عليها في مامضة لكن في القاهرة لما كنت بيجي أتذكر مرة الدكتور حسين فوزي عزمني مع توفير حكيم وقال لي أنت بتعمل غلطة شديدة جدا لأنه الشعب المصري لا ينفع في الحرب لا ينفع في الحرب الشعب المصري زي الشعب الطلياني والشعب الطلياني الشعب بيحب الحياة قاعد على في أرض في الأرض الهيلة اللي مشت عليها أقدام النهضة من أول إمراض الرومانية لغاية عصر النهضة وهو مهتم بالحياة لكن لا يهتم بالحرب والطليان سجلهم في الحرب العالمية الماضية مختلف عن ألمان ولا يدعو إلى إعجاب عسكرية إيطالية وإحنا فينا شيء من إيطاليا الفلاح المصري متعود يمسك الناي ويقعد على الترعى على شاطئ الترعى على شاطئ ماء على شاطئ الترعى أو مصرف ثم يعزف هذه الألحان الحزينة المعبرة عن أحواله وأتذكر أنه في مرة من مرات قال لي لحدك بقى أصيدة أنا عارف حبك للشعر فهديك أصيدة لإبراهيم ناجي وخدت الأصيدة منه فعلا والأصيدة كانت معبرة جدا بيقول يا مغني العمر ضيعت العمر في أناشيدة تغنى للبشر ليس في الأحياء من يسمعنا ما لنا لسنا نغنى للحجر للجمادات التي ليست تعي والرميمات الموالي في الحفر غنها سوف تراها انتفضت ترحم الشادي وترثي من الوطر وأنا كنت مرات والله أتذكر هذه الأبيات وأقول أنا ليلا أزال مهتم بخضية الأمن القومي ومرات أحس أن أنا قد أكون ملحا في التذكير بيها وفي وضعها باستمرار قدام رأي عام يستطيع أن يقدر وأن يستعد لكنه يقدر يقدر وافى مجرى التاريخ لكن على حال حرب فلسطين فاعتقادي من غير ما نبقى نتكلم للحجر ولا حاجة لأنه هناك بشر في هذه الأرض وهناك أمة وأنا اعتقادي أن هناك أمة وهناك شعوب وهناك مستقبل وهناك صراع نحن فيه وهو غير قابل للحل أنا أخشى أن أقول ده أنه صراع غير قابل للحل وأنا بعتمد في هذا يمكن بالدرجة الأولى على الحخام نحو مفهندي اللي هو آخر حخام للطائفة اليهودية في مصر قال للملك فاروق وقال له بوضوح كده قال له أنه أنا بعتقد أنه الوكالة اليهودية سوف تراجع نفسها قبل إعلان دولة في إسرائيلية في فلسطين لأني أتصور أن شكاوى يهود العالم أو قلق يهود العالم سوف يصل وكالة اليهودية ونحن نحن في مصر ونحن على اتصال بالجاليات اليهودية أيضا كتير أو في العالم وكلهم أو بعضهم كتير أو بيخشى جدا من إنشاء دولة يهودية يعتقدوا أن اليهود ظاهرة إنسانية موجودة ومنتشرة في العالم وأهميتها موجودة في هذا الانتشار في هذا العالم يخشوا إذا تركز اليهود في دولة واحدة في هذه المنطقة أن تحدث لهم مشاكل بلا حدود مشاكل بلا حدود أنهم سوف يكونوا مهما فعلوا ومهما توسعوا اليهود في العالم كلهم في ذلك الوقت كانوا حوالي عشرة مليون بني آدم في كل هذا البحر العربي الواسع والعالمي الأوسع على فرض أنه حيجي حيهاجر منهم في ذلك الوقت كان حييم نحو مفندي كان شوية متشائم يمكن أو متفائل كمتصور أنه مهما عملوا وأظنه هو كان على حق إلى حد كبير أوه أنه مهما عملوا في الدعوة إلى الهجرة فلن يجي إلى إسرائيل أكثر من مليون أو مليون ونص مهاجر فإذا حسبنا نص مليون يهودي كانوا موجودين في فلسطين 55 ألف يوم إعلان الدولة فإذن سوف يكون 2 مليون في مقابل في ذلك الوقت ما تصوروا قدامه الحاخام الأكبر ما تصوروا وهو صحيح في هذا أنه حوالي 60 أو 70 مليون عربي فإذن هذه معركة بيقوس منها وبالتالي اليهود لن يعرضوا نفسهم لهذا فضلا عن أسباب متعلقة بهم لأنه إذا جاءوا رايير الحاخام نحو مفندي إذا جاءوا وبقوا في هذه الأرض فليس أمامهم غير القوة ومزيد من القوة والقوة تتحول إلى العنف ورأيه أن العنف يدمر الروح اليهودية لأنه يتصور أن اليهود عبر العالم وعبر التاريخ استطاعوا أن يكتسبوا نوع من الهوية بإسهاماتهم في مجالات الفلسفة والعلوم والفنون في مجتمعاتهم حيثهم باعتبر أنهم أنجزوا ما أنجزوا في هذه المجتمعات في ألمانيا في فرنسا في روسيا وهكذا وهو الحاخام خايف جدا أنه إذا جم وتجمعوا في هذه الأرض وهو تعبيره اللي قالوا في ذلك الوقت وأنا واثق أنه قالوا وهو كان عضو في المجمع اللغوي المجمع اللغة العربية الحاخام نحو مفندي فبيقوله أنه سوف يعانوا من عقم في الشخصية اليهودية لأنه لا تبقى عن العنف الشخصية اليهودية برزت وتفوقت في مجتمعاتها لأنها حست بالتحدي لإثبات وجودها في هذه المجتمعات فإذا ذهبت إلى أرض لها لا يحبيها غير العنف فأنا أخشى أنه الشخصية اليهودية الإنسانية فيها سوف تتحول إلى عقم لأن العنف سوف يقتل كل أثر للروح فيها ولن يجدوا وسيلة غير العنف وبعدين قال أنا خايف أيضا وهذا كلامه والملك فاروق وأنا متأكد منه وقرأت ولن هو موجود أنا شفته حكاه لي حسن باشا يوسف وقرأت مع حسن باشا قرأت جزء مما كتبوه في ذلك الوقت في هذا الموضوع بيكمل حخام نحو مفاندي وكأنه يقرأ الغيب أنه إذا قامت دولة يهودية ودعت يهود العالم إلى الذهاب فلن يأتوا لن يذهبوا جميعا وبالكتير تقديره كان سيروح مليون ومليون ونص وتقديره أنهم كانوا سيبقوا جايين من الكتلة السوفيتية في ذلك الوقت وهو ما ثبت أنه صحيح لكن المشكلة فيهم أنه إذا جاءوا واستقروا والبائيين رفضوا بقية اليهود رفضوا فسوف تحدث يحدث انشقاق في المجتمع اليهودي في المجتمع الإنساني اليهودي وذلك ما حدث فعلا وما نرى أثاره النهاردة بدأ تتجلى أن المجتمع اليهودي في العالم كله وحتى في أمريكا يشعر أن هذه الدولة اليهودية في قلب العالم العربي هي عبء عليه أكثر ما هي أسط لأنها تكشفه وتعرضه إلى والازدواجية في الولاء إلى جانب إحساسه أنها تبتز أيضا وكأن ما قاله حايم نحوم فاندي في هذا الوقت كان صحيح لأنه من ناحية التانية عقم المشروع هذا مشروع بالطريقة اللي حصل بيها وبالأساليب اللي اتبعها لا يستطيع أن يطمئن ليس في مقدور العرب أن يقدموا لإسرائيل أي قدر من الضمانات تستطيع إسرائيل أن ترضاه وكل ما قدم العرب من الضمانات كلما زادت بطالب إسرائيل في مزيد من هذه الضمانات لأنه ببساطة حد يشعر أنه الجغرافية والتاريخ ما هو ما شمعه وعنده القوة تنازلت إلى العنف وهو يملك استعمالها في أي وقت لكن هذه لا تحقق وجود آمن ومطمئن المجتمعات حيث تنشأ كلها تنشأ وفي إحساسها وفي تصورها وفي مقدورها وفي وسائلها وفي الصلة بين الإنسان والأرض مش صلة مدعاب الأساطير صلة بين الإنسان والأرض نمت عبر تاريخ طويل جدا واتصلت وشدت بوثاق قوي ومتين بين الاثنين هذه قضية تانية غير حد بعد ألفين سنة يجي يقول لي أنا عندي حقوق مزبوط عندهم حق في حاشاء دينية كتير قوي ممكن قوي حد يقول لي والله عندهم حق كتير قوي في القدس عندهم عندهم حق في التواجد في معابد عندهم الحق في التواجد في أشياء كتير قوي لكن ومع ذلك أنا مستعد أقبل ما هو أكتر من إذا كان عنده حق في وطن طب اطمئني يا أخي أهو التقسيم عمل لك حاجة حرب فلسطين إدتوا الفرصة حرب تمانية واربعين إدتوا الفرصة لكي يتملك الأمم المتحدة كيف مديلو خمسين ونصف في المية هو استولى سنة تمانية واربعين وفي غيبة فهم العرب لأي حاجة عن الحرب مع الحرب جديد استولى على تمانية وسبعين ونصف في المية من أرض فلسطين وبقي مع العرب 22 نصف في المية واستطاع في الفترة ما بين في مسار الحروب في الفترة ما بين تمانية وربعين إلى تقريبا في الاخر الخمس سينات استطاع ان يهضم كل الارض اللي اخذها ما كان مقررا له في قراءة تقسيم وما زاد عليه باستعمال القوة في حرب فلسطين ومع ذلك لم يشعر بطمئنان واستمر يتحرش ولا يزال حتى برغم الاعتراف به يعني وقتها كنت مساعدة اقول والله بيتحرش لانه في ناس كتلاقوا بينكروا اعترافهم بوجوده حتى ومع حاجة غريبة جدا انه بلد في تعداده النهاردة وصلوا حوالي خمسة مليون وانا بشك كتير اوي منهم مش يهودي لكن ومع ذلك انا بقبل حاجات كتير اوي لكن ليس غريبا انه بلد زادت اعداده من خمسة من خمسة الف اسرائيلي يوم انشاء الدولة الى خمسة مليون هذه اللحظة وزاد عليهم اتصالات دولية واعتراف من العرب اعتراف من كل العرب تقريبا بما فيهم الشعب الفلسطيني وزاد فوقهم سلاح نووي ومع ذلك لما اشوف ازاي حتى في الابوليس اخيرا هذه الدولة بهذه الامكانيات كيف يمكن ان تطلب من الفلسطينيين ان يعترفوا بها وان يسلموا بانها دولة يهودية ما قيمت هذا دولة يهودية ولا حق فيها درد في الواقع العملي ليس هناك قيمة لمثل هذه التعودات لكن في النفسية الاسرائيلية لن يطمئنها شيء وبالتالي انا بعتقد انه الامن القومي العربي لا يزال وسوف يبقى لمدى طويل مهددا لانه ببساطة كده وشفها الحخام الاكبر ليس في مقدور العرب ان يعطوا مهما ارادوا من ضمنات مهما ارادوا من تطمينات لا يستطيعوا ان يعطوا لاسرائيل ما يكفي لطمئنها لانه لن يطمئنها شيء لانه هؤلاء ناس قعدوا وارأوا تاريخ وفهموا الى اخره وهم يدركوا انه هنا لا سبيل امامهم الا اخضاع منطقة بالكامل لقلعة موجودة على رأس تل وهي تسيطر على كل السهول من اول المغرب لغاية الخليج وهذه استحالة مادية وبالتالي فانا مستعدة اقول انه هذا الصراع العربي الاسرائيلي سوف تتجدد له تجليات مختلفة في اصور مختلفة لكنه ببساطة لن يستطيع احد ان ينهي لانه خارج عن ارادة هذا موضوع متعلق بما في قلب البشر بطبائع البشر ما عنديش حاجة دي هلو يعني الرئيس السادات اظن اكتر واحد حاول ان يتغلب على هذه العقدة النفسية التاريخية في النفس اليهودية وانا مستعد اغتفر حاجات كتير واقول اهو انا قدامي امامي تست حقيقي امامي اقتبار حقيقي رجل ذهب عبر تاريخ وعبر تراكمات وعبر شهداء وعبر دم وعبر كل حاجة وذهب بشجاعة ادبية في اعتقادي وان كنت اخالفه السياسيا لكن لا يستطيع احد ان ينكر عليه الشجاعة ده بي انه راح وتصور هو فعلا لما كيسنجر قال له في يوم الايام انه الاسرائيليين المشكلة سبعين في المية منها نفسي لانه وانا يهودي بيقول له كيسنجر كده وانا يهودي المشكلة نفسيا انه صعب اوي انه الاسرائيليين يطمئنه سبعين في المية منه واقرر انور السادات انه يروح على اللحية التانية وراح ومع ذلك لم يطمئن الى شيء ولما شوف اللي جاري في سينة النهاردة والتحركات الموجودة والظروف اللي احنا موجودين فيها في سينة وينقش ويصبني قلق مع ان اسرائيل اللي عمله الرئيسة مع الاسف الشديد لم يكن كافيا مع اني لا اتصور انه في مقدور اي حد انه اكتر منه اللي انا شايفه في الضف يعني الموقف الفلسطيني كما عبر عنه او كما يعبر عنه ابو مازل انا ماذا يريدوا اكتر من يعني رايحين الكل تقريبا بيقول تحاضر احنا جاهزين جاهزين لاي شيء لكن الكارثة الكبرى انه بمقدار ما انه العرب موقفهم او موقفهم كلها غير متماسكة لعجز عن فهم فكرة الامن القومي في اعتقادي فانا بتصور انه امامهم اسرائيل لا تستطيع ان تدرك ان هناك حدود مشكية امريكا مراته كلها بنقولها انه امريكا تجاوزت حدود استعمال القوة وتعرضت الى كل ما تتعرض له الامبراطوريات اذا تجاوزت حدود القوة واصبحت تكلفة الامبراطورية اكتر مما تكاسبها واذا تواجه الامبراطورية ازمة لانها تجاوزت حدودها اسرائيل تجاوزت كل حدود العنف كل اللي ممكن تعمل التعمل لم تترك سلاحا لم تستعمله الا سلاح النووي يمكن لكنها مع العرب عملت كل شيء ومع ذلك لن تطمئن ولهنا فانه دراسة الصراعات العربية ودراسة تاريخ او حركة الحروب مع اسرائيل انا بعتقد انها تظل مسألة مهمة وتظل مسألة متصلة او موصولة بالحاضر اكتر ما هي موصولة بالتاريخ احنا رحنا حرب فلسطين وحاربنا في حرب فلسطين والخطة بتاعت حرب فلسطين قدامي ولما ارى يوميات الحرب بتاعتنا الاقي ان احنا ناس دخلنا ما عنداش فكرة عن حرب ما عندناش فكرة عن نظرية امن ما عندناش فكرة حقيقية عن ايفي حتى الهدف الذي دريد تحقيقه احنا دخلنا وكلنا تمركزنا في مواقع التقسيم متصورين ان هذه مواقع امنة لانها قرار دولي فاحنا رايحين نؤمن حق الفلسطينيين في اراضي خصصة لهم بمقتضى قرار مجلس امن ونحن نريد ان نتأكد انهم موجودين لهذا ومع ذلك فاسرائيل ازحت الجيوش العربية وتصرفت بعنف لكن الخطة العربية كان بتمثل في اعتقادي وهي قدامي خطة عملها عسكريين اطلوا على خرائط لم يذهبوا للارض لم يعرفوا شيء عن الارض حتى لم يستشروا في اعتقاد الفلسطينيين لانه كان عندهم شك في انه الفلسطينيين مش عارف الحاجات الاساطير اللي تقالت انه باعوا اسلحهم انهم لم يقاوموا انهم باعوا الارض وانه هم اللي مكينوا اليهود وهذا كله انا بعتقد انه يعني فيه تجني على النفس زائد وفيه هربنا المسئولية غير مكبول لكن ما ممكن يكون حد باعوا انا عارف ان فيه ناس باعوا فيه حد باعوا لكن فيه فرق انا قدامي لا تزال مقاومة شعب الفلسطينيين غاية النهاردة وانا شايف انه هذه ليست تصرفات شعب تخلى عن ارضه وحتى يعني انا واحد من الناس المعتقدين انه حتى اذا نسي الفلسطينيون قضيتهم فمصر لا تستطيع بلد زي مصر ولا سوريا ولا غيرهم يستطيعوا ان ينسوا انه اول حاجة في الامن القوم العربي هو اتصال هذه الارض وقطعها مسألة غير مكبولة وانا اظن انه هذا هو الدافع الذي دفع ساسة ذلك العهد في التلاتينات في الاربعينات والخمسينات الى ان يقرروا الدخول حتى وان كانوا غير مستعدين ما عندهم شكل الحرب لكنهم دخلوا لانه كان في شبه رؤية شبه تصور شبه فهم الى انه الامن القوم المصري والامن القوم العربي كله بصفة عامة موصول بهذا الطريق المفتوح بين مصر والشام لانه هنا في عالم عربي واحد وهنا في شيء بيقطعه ولا بد من صلة ما دون ان نقول انه هذا بالضرورة يعني ابادة مش عارف ايه والتدمير ايه الى اخرى يكون الكلام اللي بنسمعه مرات كده لكن العسكرين اللي عملوا الخطة هنا اظن انهم وانا شفتهم شفتهم في القاهرة شفتهم في عمان لانه عمان كانت هي القيادة العليا القوات وكان حاجة غريبة جدا وانا اشرت لها انه القائد الاعلى القوات وكلنا كنا رغبين في استرضاء بما فيها كل ملوك العرب ورأساهم رغم شاقهم فيه هو الملك عبدالله ملك الاردن ملك عبدالله الاول وكلهم يعلموا انه على صلة بشكل مع اسرائيل وانه عنده تصوراته هو الخاصة به وهذه كارثة بالنسبة للعرب لانهم في عدم ادراكهم نظرية امن قومي عربية الشاملة كل واحد فيه بتصرف بتحت منطق او تحت تصور انه يستطيع ان يحقق لنفسه ناسين انه ليس في مقدور احد في مثل هذه الظروف ان يحقق لنفسه الحطة العربية كانت خطة على الخريطة لما انا بوصلها معقولة او لكنها على ورق وهذه هي المشكلة مشكلة الكبرى انه نحن في غيبة نظرية امن قومي في غيبة اقتناع عميق بنظرية امن قومي فاتنا انه الحروب لا تحرب على ورق انه قبل ما حد يحط على ورق لابد ان يحسب حتى الفاعل التاريخي على الارض اللي هو موجود فيها لكن احنا عملنا خطة الجيش المصري بيتقدم من الجنوب الجيش السوري واللبناني واللبناني يتقدم من الشمال وانه في الوسط حندفع الجيش الاردني معززا بالجيش الرائي لكي نحقق انه الفلسطين العرب تمسكوا بكل الارض المخصصة اللي هم في التقسيم فاذا زاد الامر عن ذلك عال ما يضرش يعني لكن اللي حصل ان احنا رحنا رحنا وخرجنا من هناك لانه لم نعرف فكة الحرب وحتى لم نعرف اصول القتال وهو جزء من فكة الحرب فرجعنا من فلسطين بخيمة وانا بعتقد ولذلك لا اضع فلسطين في حقيقة يعني لا اضعها في دائرة الحروب لكني اضعها في دائرة ربما التعميد بالنار اكتشاف ميادين قتال النظر الى كيف يمكن ان تكون صراعات السلاح على ارض لكنه لا اعتبار حرب لكن ذا انا بالوم عليه هو مسألة الاساسية لما رجعنا بعد حرب فلسطين لما رجعنا بعد حرب فلسطين نحن خلطنا بين قضيتين مهمين جدا في الحرب ان تفشل في حرب وان تعتبر انه فشلك فيها عار العار هذا بقايا الشعر العربي والعنطة بن شداد الى اخره لكن ان تفشل هذا يدعوك الى ان تصحح لكن الشعور وانا لا ازال حتى هذه اللحظة حقيقة شعور بالعار في الفشل في الحرب ينبغي ان يخرج من اي حساب كل هزيم ينبغي ان تدفع اصحابها الى اعادة النظر في قواهم والى اعادة حشد طالما هم مؤمنين بهدف الى اعادة حشد قوتهم والى اعادة تعليم انفسهم والى اعادة تدريب انفسهم لكي يعودوا وكي يحقيقوا اهداف وهذا ما تفعله كل الامم الحية لكن العار هذا يشعر به يمكن الفرسان في زمن عنطر بن شداد لما يطلع فارس قدام فارس يقول هالم المناجز هالم المبارز ويطلع له واحد قدام واحد وبعدين واحد يقتل واحد فيبقى او يجرده من سيفه فيبقى ذهب عارا وسط القبائل العالم اختلف الدنيا اختلفت قبائل اه ممكن ان هزم معرضين نحن دائما في الحياة الى ان ننتصر وان ننهزم معرضين ان نكسب وان نخسر معرضين ان ننجح او نفشل لكن هذا الفشل من الخطر جدا انه اي حد ياخد فشله او ياخد هزمته او ياخد انكساره مدعاة لعار العار حاجة تانية العار داخل القانون يوصف العار في في قضايا الشرف الى اخره لكن الامم والافراد في كفاحة لا تستطيع ولا تملك ان تشعر بهذا الذي يسمى العار قال انه انا خسرت واواجه خسائري بشجاعة وارى كيف يمكن ان اعود وكيف يمكن ان اربح الامم عادة وانا قدامي مثلا على سبيل المثال في وثائقي ازاي الامريكان بيتصرفوا على سبيل المثال لما يخسروا حرب او لما يخشوا في اي معركة او لما يواجهوا اي ازمة اللي بيحصل ايه واحنا بننسى كل نظام جاي يعتبر انه هو بداية الحياة وكل رجل قادم يعتبر انه بدء التاريخ ونشأة التاريخ وهذا مش معقول مش ممكن ناس ما تقراش ملفاتها ولا تعرف ماذا جرى لأوطانها قبل ان يتفضلهم او يتفضل علينا المولى بانهم جوم عندنا الناس بتدرس اللي جرى اشوف امريكا بسا بتعمل ازاي وشو قدامي نموذج امريكا في ازمة تأميم البترول واحنا ما نجرع بيها على اي حال لكنها تصلح للدراسة كنموذج لانه ايه اللي بيحصل بيحصل باي بلد بيواجه ازمة تقوده الى حرب او لا تقوده الى حرب او تؤدي به الى تدخل بشكل او اخر سري او علني يرجع بعدها يدي كل وثائقه الى هستوريان الى مؤرخ تاريخي استراتيجي قاعد في القيادة كان عندنا هنا زمان لغاية وقت قريب كان عندنا قسم لهذا النوع من العمل كان فيه اللي هو حسن بدري كان مؤرخ الجيش مصري مش مؤرخ يكتب تاريخ المؤرخين مثلا على سبيل المسابق الجيش امريكا يعملوا ايه ياخد كل اورق ازمة كل وثائقها كل مستناداتها الاصلية وبعدين ينزل يكتب تقرير كامل ووافي عن هذا الذي يجرع والتقرير تحط وبعدين تنشأ هفترض لانه مناطق النزاعات امريكا مهتمة بيه مهتمة بالشرق الاوسط مهتمة بامريكا اللاتينية مهتمة باللي بيجري ممكن في اورابة في كل موقع من هؤلاء الموقع فيه تاريخ موجود موثق ومؤصل لماذا جرى فاذا ما جدت ازمة في هذا الموقع يحصل ايه يحصل انه ريتواي على الفور هذا الملف يطلع اللي فيه الدراسة المسبقة بوثائقها كاملة واللي مسؤولين عن ادارة الازمة يقروه يبقى عندهم فكرة عن الخلفية الحاجة الغريبة جدا انه هذه الملفات على سبيل من السلف الملف الايراني الازمة مع مصدق سنة 50 بدأت عمل لها التاريخ سنة 55 56 تتحط بوثائقها كلها وعيدت مراجعة هذا الملف دوريا لانه كل شوية يبعثوا حد يجددوا ويعملوا اللي بيسموه الابديتينج وبعدين بعد اذا ما ناشأت ازمة يبقى في اي منطقة في ايران مثلا لما جاءت التورة الايرانية على طول ملف كل ما جرى في ايام مصدق بقى موجود قدامه على طول قرفوا ايه دور مؤسسة الدين قرفوا ايه دور مؤسسة البزار اعرفوا نوع الحركة الموجودة بين اعرفوا بين بين القواء بين الجيش وبين مؤسسة الدينية وبين قصر وبعدين هذا كله بيروح لمجموعة ازمات task force زي ما بيسموها قدامها كل هذا كله قدامها التقارير اللي جايه بقى جديدة سواء من السفرات او المخابرات تدرس وتناقش لكن بندرس وبنناقش على اساس ارضية ثابتة موجودة سواء بقى نخطئ هنا او نصيب وهذا الذي حدث لما الولايات المتحدة وجهت بالأزمة الثورة الاسلامية ممكن تكون اخطأت لكن صانع القرار كان قدامه كل الخلفية وكان قدامه كل الاخبار وكان قدامه لانه لجنة task force او قوة العمل قوة الخيار قوة لجنة العمل منها بتدي خيارات كان قدامه كل الخيارات انه اخطأ في اختيار البدائل هذه قضية اخرى انه فشل في اختيار البدائل قضية اخرى لكنه الصراعات لما تحصل الصراعات ليست حواديد تخت تقال الدهاردة وبكرة الصبحية تتنسي الصراعات يبقى كل ما فيها موثخة احنا لما رجعنا من حرب فلسطين لم تبذل جهد على مستوى اي مستوى من اي نوع ان احنا نحاول نطل على ما جرى ان احنا نحاول ندرسه ان احنا نحاول نخش فيه بالعمق ولو فعلنا لأدركنا لأدركنا مشاكل امن القومي لو فعلنا لأدركنا مشاكل امن القومي وعرفنا ان احنا حالين في عهد لانه بما انه كل كان في في حوزة كل امننا القومي كان في حوزة امبراطوريات او خلافات وانه ولم تكن هناك دولة مستقلة تشعر بمسؤولية امن قومي ولم تكن هناك مكتسبات يمكن الدفاع عنها والموت في سبيلها لانه هنا في مسألة مهمة جدا لا يمكن انه جيش يعني اذا كان فيه شيء احنا تعلمناه في التاريخ الحديث كله من اول السورة الفرنسوية وانا بكلم على ده اذا كان فيه شيء تعلمناه فتعلمنا انه الجيش الحقيقي هو جيش المواطنين وانه الدولة الحقيقية هي دولة المواطنين نفتكر كده انه لما بدت قبل نابوليو قبل الثورة الفرنسوية الحروب كلها كانت حروب في اوروبا بين الملوك بقصد التوسع كل واحد يوسع نقعته لكن افكار التي مهدت للثورة الفرنسية جابت الناس في مقدمة جابت الشعب جماهير الشعب العادي بحقوقها وبكل التضاريس الطبقية لامة وحطتهم هم المسؤولين على المراكة ولما بدت منوك اوروبا يتكالبوا على الثورة الفرنسية ويحاولوا النداء اللي كموجود واحنا بننسى وهنا ده لو مسألة مهمة كدا النشيد اللي كموجود حتى في الدفاع إلى السلاح أيها المواطنون شكلوا الكتائب ساعة ما نشأ جيش وطني من قلب الشعب في مواجهة جيش الملوك وساعة ما هذا الجيش أدرك أهمية الدفاع عن أرض معينة على طول حصل حاجتي مهمين جدا حصل أولا أن حدود الدول تحددت وهذه جديدة فيها هدود الدول تحددت لأن من حملوا السلاح هو من شعروا بالانتماء للأرض وبالتالي أصبح هناك رباطا بين حمل السلاح وبين الحياة على أرض معينة وهذه أنا أعتقد نقطة فاصلة في تاريخ نشوء الدول وتاريخ نشوء الصراعات الحاجة الثانية أنه أصبح واضحا أن الناس عامة الناس كل الناس تشكيلات المجتمع بكل طبقاته الوطنية كلها هي من يصنع أمن بلد ومن يتحمل المسؤوليات التكاليف وأظن أنه هنا كانت بداية عصر جديد في كل الصراعات العالمية لما نابوليون راح في حدود الدول لما دخل برغين ووقف عند بوابة براندنبورغ وعند قبر فريدريك الأكبر راحز أنه بعض قواده يتكلمه مع بعض شخص في أحد ماريشلاته في ماريشل نايل وهو قريب منه جدا وقال له قف باحترام لأنه لو كان هذا الرجل موجود في قبره ما زال موجودا على الحياة لما كنا هنا هنا في خطوط بتتحدد في خطوط وطنيات تتحدد خطوط تقريبا الخطوط الخطوط يحددها في البلد يحدد الأرض ويحدد الأمن القومي عنها استعداد المواطنين ولكن مشكلة أي مواطن القضية اللي احنا شفناها في فلسطين أنا في فلسطين كنت مرات كنت أبقى متحمس أكتر من لازم وبألفسي في أشياء أخرى لكن ألاقي أنه الكيش الموجود وقيادته الموجودة فكرة المواطن الحر فعدهم فكرة العسكري يعني أنا آسف أقول أنه أنا فاكر أنه واحد من زباطه الكبار بقوله إيه بقوله يعني بكلمه على بعض الظروف فقال العسكري ده العسكري أنت شايفه قدامك ده دهائل الولد ده أعاده هو ما قالش الولد هو حزف الألف الولد ده حزف الألف واللام كمان الولد ده أعاده على الخندق ومسكه بندقية ومش هيخلي حدي فهيموت هنا لكن ده مش كافي القضية قضية أنه هذا الجندي إحنا شفناها بعد كده سنة سنة تلاتة وسبعين العساكر والشباب اللي كانوا على جسر العبور كانوا عينة أخرى من البشر لكن في فرق من يحمل السلاح ومن يستطيع أن يقاتل وفي ذهن وفكة المواطنة هذه قضية مسألة أخرى تانية حرب فلسطين في التقادي إحنا خرجنا منها ونحن نشعر بنوع من الكسوف وكل الدول العربية كلها بمنجة والغريبة لإسرائيل عمقت ولا تزال مع الأسف شيء تعمق هذه الخلافات وعندها وسائل لأنه أهم شيء في خطتها في اعتقالي هو أن لا تدرك مجموعة الدول العربية كلها أنها تنتمي إلى شيء واحد أنها عندها مصلحة واحدة وليست مصالح متفرقة ممكن يبقى منهم خلافات لكن لابد أن يكون هناك اتفاق على أشياء واختلاف على أشياء لكن حكاية أنه نسيب بعضنا كل واحد بيتصرف بطريقة بطريقة حتى في أنابوليس أو قبل أنابوليس الغريبة جدا أنه لما نسأل على بعض الدسل كتير جدا اللي بيحصل بين عرب وبعضهم ألاقي أنه جزء كبير جدا إذا تعقب إذا جرت تعقبه يصل لآه من غير نظرية المؤامرة لأنه بعض داس حقول هذا جزء من الحرب النفسية أنا شايف كتب قد كده طلع من كيادة جيش أمريكي لم تنشر الاستعمال الداخلية فقط لكن طلع على أسليب الحرب النفسية يقول لي واحد من أكبر مستشاري الرئيس مبارك وأنا مش هسامي أسماء يقول لي أنه شيمون باراز ورابين وأخونا نتنياهو لغاية أولمرت لما بيجوا هنا نص كلامهم تحذيرا من إيران طيب طيب أنت ملك وما لإيران يعني أنا بتكلم على إسرائيل ما إيه طيب ألاقي أليس غريبا أن يقال للسوريين وقد قيل لهم ذلك أو سرب إليه الإسرائيل عملوا غارة على موقع في سوريا شمال دير الزور أو قرب دير الزور على الحدر العراقية السورية والموقع يمكن كان فيه حاجات يعني حاجات مهمة أنا مش بتأكد بالزبط عندي تصورات لكن تصورات عائمة لكن أو معلومات لكنها غير موثقة أو مؤكدة وأنا ما أداشي أعود هنا هو وأعود أقول كلام لا أستطيع أن أثبته بطريقة واضحة ومقنعة لكن ما أنا وثق منه أن السوريين أبلغوا بشكل آخر أن عدد من الدول العربية أبلغوا بواسطة إسرائيل مسبقا لكي لا يفاجأوا أنه في عملية عسكرية ضد سوريا صغيرة ومحدودة في نطاقة ومنفضلكم لا تقلقوا هذا لما يتقال لي أنا الكلام ده يتقال عندنا وعند غيرنا وهنا 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 وبعدين يتقال للسوريا أن دول عربية كاتموجودة وكاتعرفة واختلط هنا إحنا بنسيب بنسيب أشياء كتير جدا مش بنسيبها للمجهول وبنصل بأمورنا إلى درجة غير طبيعية بمعنى عشان أرجع تاني ألم السياق شوية الأمن القومي لم تكن لدينا عنه فكرة وكان عندنا عنده أفكار غطئة الحرب وفكرة الحرب لم تكن واضحة في علاقتها بتصور أمن قومي شامل دخلنا للحرب أو تجربتنا في الحرب في حرب فلسطين وهي التجربة الأولى مع النار لم تكن لم تكن لا مفهومة بالنسبة لنا ولا درس بالنسبة لنا ولم يعقبها أي شيء قدام الصراع نحن نعلم جميعا أنه سوف يستمر أنا بتصور أنا بلاقي في قدامي في تجربة حرب فلسطين وأنا مش عايز أتزيد فيها بأكثر من لازم لكن إحنا لو أي حد بيتابع حرب فلسطين يخرج تقريبا بما يكاد أن يشبه وصايا عشرة وضعها مش أنا والله اللي أعطاها لكن أنا شاركت في مناقشة أشياء منها لكن وضعها حد تاني أنا لست في حلا من أن أذكر اسمه بالتحديد لكن بيحط أنا بتصور أنه بيحط أشياء لو أدها رعية لما دخلنا في مشاكل كتير قوي مما دخلنا فيه حتى هذه اللحظة لكن أول حاجة أو بيتقال أنه فيه أمن قومي عربي واحد ومن يتصور تجزئة هذا الأمن يقع في خطأ كبير جدا لأنه الفصل بينها لو فصلنا بالأمن العربي وكل بلد على حد أنا لا دخل لي بمجري في الجولان لا دخل لي بمجري في الجولان محدش يقول لي أنه أمن قومي ليه بقى طب تتكلم على والله الدول العادية أي دولة عادية هاخد بولندا مثلا أو أخد دولة منهاش ضعب حاجة أبدا ده بولغاريا أي حد تاني عندها إيه؟ عندها الدفاع عن حدودها أمنها القومي هو الدفاع عن حدودها حيث هي والجوار اللي حواليها كله جوار متسق ليس فيه مشاكل المشكلة أنه إحنا عندنا أرض وعندنا جوار خطر جدا الأرض الموجودة اللي إحنا فيها واللي شاءت مقادرنا أن نكون فيها هي معبر لكل القوى الغازية في التاريخ هي ممر على البحار أنا يريد كنا زي اليابان بعض الناس يقولنا اليابان ويريد كنا زي اليابان اليابان قعدة بعيدة جزيرة في وسط البحر في أقصى المحيط الهادي في أقصى الشرق لم يغزوها أحد لم يهدد أحد فضل موقعها سليم لأهلها كما هو فضل تروتها متراكمة على أرضها كما هي فضل تقافتها متماسكة كما هي ولم تخترق ما حصل لهاش ذا اللي حصل عندي بصرف النظر كويس ولا مش كويس لكن أنا بلد موجود في ملأة في التاريخ زي بيقول نحن بلد غير دينه ثلاث مرات منطقة غيرت دينها ثلاث مرات غيرت لغتها ثلاث مرات عندما تتغير اللغة وتغير الدين هنا فيه لابد أن نطل على موراها معناها ببساطة أنني في موقع خطر جدا وأن جميع التيارات تتقاذف هذا الموقع العنصر الخارجي مهم جدا في حياة أينبات لكن مع تقديري لكل أصحاب رفض نظرة مؤمرة العنصر الداخلي الخارجي في هذه المنطقة مؤثر بالتصور ليس لأنه بيتقصدنا ولا قاعد بس بيفكر في الإيذاء فينا أبدا لكن لأننا طريقه إلى ما يريد نحن في منتصف الطريق إلى ما يريد الشرق والغرب نحن في منتصف الطريق وهنا تعبير الشرق الأوسط حاجة تانية أنه جدت على هذا الموقع الموارد يطلبها عالم بأكمله يعيش على الصناعة ويعيش عصر الصناعة ويعيش عصر الفترون وليست هناك بدائل هذا الموقع يجعل سواء تاريخيا أو يجعل حاليا استراتيجيا يجعل أنه أنا في قلب الصراح حتى لو لم أرد مع الأسف الشديد والعنصر الخارجي داخل نافذ في حياتي إلى مدى أنا لا أستطيع تقديره في ناس بيتصوروا يتهم العرب بالوسواس والله هذا الوسواس له أساس ما هوش جامل هو إحنا بمقدار ما إسرائيل عندها وساوس وساوس وجودية متعلقة بوجودها إحنا عندنا وساوس حياتية لأنه عنصر الخارجي في حياتنا أكتر مما هو صحي لأي أمم الأمم ما تعرضوش كده لكن هنا الحاجة الثانية أنه ما فيش بلد واحد عربي يقدر يرسم أمن قومي سياسة أمن قومي للمنطقة مصر بسر وحدها مصر وحدها أولاً لسبب موقعها الموقع لفلوسط العالم العربي ثانياً بسبب مواردها مع العلم أنها يجب أن تدرك أنها تدفع عن عالمها وليس عن نفسها دي مش بولندا بولندا تقول لحدودي بس لكن مصر في حياتها وباللغة وبالدين وبالمصالح وبالأمن وبضرات الأمن وبمصدر التعيد أليس غريباً حد يقولي بتكلم عن نظرية أمن قومي أولاً يعني وبعدين أنا يعني بتكلم عن مش عارف المحيط الهندي والمحيط الهادي وكام ده كله وأنا جنبي بلد لديه سلاح نوي أنا بتكلم بقول أين التهديد أين مصدر التهديد ليس هناك أمن قومي فلسطين أو السويس أو 67 أو 73 اللي هي صراعتنا الداخلة في مجال الحرب إلا ونحن لدينا واحد هدف محدد لدينا ما ندافع عنه لدينا مصدر للتهديد نتمثله ونعرفه وإن أبقى بتكلم في الهول أنا ما هو مصدر التهديد عليه مصدر خلل اللي حاصل في أمن القومي أنا دولة غير نوية وبجانبي دولة نوية إذا لم يكن هذا هو التهديد الأكبر فأين هو التهديد؟ فإذا أنا بتصور أن مصر هي البلد مش بس الوحيد اللي يقدر يعمل نظرية أمن قومي لكنها أيضا البلد الذي يملك مصلحة قصوى في وجود أمن قومي عربي الحاجة التالتة أنه إدراك أن الحرب سياسة لكن بوسائل السلاح أنه ممكن وأنه السلاح جزء لا يتجزأ جزء من طريقة أمن قومي لكنه ليس الأمن قومي حاجة التالتة الرابعة أنه ده قرار سياسي وقرار سياسي في فرق بين مع الأسف الفرق ده مش باين في اللغة العربية لأنه فيه سياسات وفيه اللي هو الوسائل التي قدرها بعض السياسة لتنفيذ السياسات بما يحقق مصاري أحزابهم مصاريحهم زعاماتهم إلى آخرين هنا السياسات وليس بوليسيز وليس بوليتيكس الحاجة التانية أنه إحنا في تصورنا الحرب وعلاقة الحرب بالسياسة أخطأنا في فهم حدود العلاقة بلتين في حرب فلسطين أنا شفت الجوش مندفع وداخل أهداف وبعدين قرار وقف إطلاق النار قرار وقف إطلاق النار مبني على تمني وعلى اتصالات بعناصر خارجية قبل أن أتأكد من أن الموقف على الأرض وفي ميدان قتال قد تركز بشكل ما يجعلني في موقف أصلح للتفاوض أو للجلوس على مقاية مفاوضات وهذا هو الأمر الطبيعي في أي حرب إذا كانت الحرب هو دفع سياسة فإذا الحرب أخذتها مفاوضات ولكن هو المسألة للمفاوضات مع من وفي أي ظروف وبأي طريقة لكن حرب قتال حرب قتال أنا حضرت في فلسطين ثلاث هدنات وهذا كلام ثلاث هدنات أملتها ظروف سياسية دون أن تتأكد السياسة أن القتال قد وصل إلى مرحلة مناسبة لها في المفاوضات المبدأ السابع أنه من خطر جدا أنه أي حد يتورط في معارك بهذه الطريقة على أمل استرداد بعض خسائره كل حد لازم يدرك أنه إذا دخل في طريق معركة فعليه أن يحدد أهدافه بوضوح من هذه المعركة وأن لا ينضي في تعظيم خسائره أنا شفت معارك في فلسطين نحن خسرنا فيها بأكتر من لازم دون أن يكون هناك لأنه دون أن يكون هناك هدف واضح يفيد قضية السياسة فيما بعد حاجة تمنى أنه حاجة غريبة جدا أنه إحنا بنده لإسرائيل أسلحتنا سواء بقصد إرضاء الأمريكان أو بقصد يعني أنا إحنا برضو الكلام الغريبة أو الكلام اللي لسه بتقال النهاردة إحنا بعد 48 وفي اتفاقات الهدنة والدكتور بنش موجود في رودس كنا بنقول والله طب إحنا هنقبل حاجات عشان خطر الأمريكان كان فيه التطمينات اللي إدها روزفيلت الملك عبد العزيز كان فيه الكلام اللي جاء ألوه للملك فاروق أنه هنعمل وحنعمل 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 محدش مفيش دولة تقدر تدي دفع مقدمة في قضية حرب وسلام وفي قضية أمن قومي لطرف دولي آخر بقصد أن يساعدها بوتين له حق لما يقول لجلال طلباني أنا لا أوزع بيضي على لأنه جلال طلباني زي ما حكيت بيقوله أننا جاين لكو عشان نوزع بيضنا بأكتر من سلة فبيقوله أنا بحتفظ ببيضي كله في السلة بتاعتي ما أوزعش حاجة الحاجة التسعة أنه مش أمريكا بس العالم ليس أمريكا إحنا من أول تسعة وربعين بدأ لنا هذا التصور أنه أمريكا هي بس ناسين أنه أمريكا هي المشكلة لأنه هي الإمبراطورية الصعيدة والطالبة لإرث الإمبراطور القديمة وأنها المشكلة القادمة على الطريق ونبلت عشرة أنه من أي حرب هو نزع السلاح نزع سلاح العدو نزع سلاحه عمليا قوة قدرته على النار نزع سلاحه فكريا نزع سلاحه ثقافيا نزع سلاحه حتى في استعمال إردته حتى في أمله أنه إذا نزعت سلاحه فقد انتصرت في أي حرب أنا بتكلم في هذا الموضوع وهذه قضية سنة 48 لأنه موضوعي بعد ذلك هو حرب 56 وهذه أظيمة أظن تتأول حرب جربنا فيها الحرب بالمعنى الشامل أصبع على خير شكرا